استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر الوزارة بالقاهرة نظيره السعودي فيصل بن فرحان حيث تناول الجانبان سبلات عزيز مسار العلاقات الثنائية والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة وخلال الاجتماع أكد شكري أعلى اعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات هذا وتطرق الاجتماع إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز أليات التشاور والتنصيق بين مصر والسعودية جاهها وفي مقدمتها الأوضاع في كل من السودان وليبيا واليمن وسوريا حيث أكد الوزيران على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي كما تناول الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية حيث أحاط شكري نظيره السعودي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر مؤخرا بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطيني والتي أكدت على استوابط الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبول دعم الوصول لحل عادل وشامل لها ترجمة نانسي قنقر